برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان وبمشاركة نحو 45 وزيرة داخلية وعدل وقادة الأمن والشرطة من 80 دولة افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي شيخ سيف بن زايد ألنهيان ورئيس مؤسسة الانتربول للياس المور فعاليات الدورة الأولى من منتدى التعاون من أجل الأمن الذي تصطدفه أبو ظاوي على مدى ثلاثة أيام بشاركة مع مؤسسة الانتربول والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إن العالم يعيش اليوم عصر الإرهاب ونحن نريده أن يعيش عصر القضاء على الإرهاب وكما يزداد الإرهاب والجريم المنظمة وحشية وانتشارا وتعقيدا يزداد العالم حاجة إلى ابتكار استراتيجيات أكثر تقدما وإلى تعاون أكثر التزاما للقضاء على هذه الوحشية شارك في المنتدى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء أباس إبراهيم والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمحام العام التمييزي القاضي شرب البسمرة وسفير لبنان في الإمارات حسن سعد ويناقش المنتدى سبع فئات من الجرائم تشمل الإرهاب والجرائم الإلكترونية وجرائم السيارات والمخدرات وتهريب البضائع على المستويات المحلية والدولية